لقاي بيئيس بدلت فرحه مع طارق وكريم بيجي اتصال لكريم ان ألمة مستنياها علشان حاجة ضرورية في الشركة بيستأذن وبيعتزن وبيروح بسرعة علشان يشوفها بينما طارق بيقول اكيد لان ألمة معها فلوس كتير يبقى مشغلها عند كريم ده طبعا اللي فهمه بتروح ألمة بيستقبلها كريم وبيسألها في حاجة قررت له ايوة الفاتورة بتاعة الفندق اللي انت المفروض كنت متفق معاه اتبعتتلي انا اللي كنت متفق معاهم يبعتوها لي فانا حبيت اجيبها لك علشان خاطر يعني نزبط المعطودة مع بعض انا مش عزاك تدفع طبعا حاجة قال لها بس تكون تجاه هنا يعني علشان خاطر الحاجة دي قالت ايوة بس هيكون ايه يعني قال لا طيب تمام تقدر تسيب الفاتورة وزبط كل حاجة وبرد عليك قال ما بعد كده بتروح علشان تجري مع ستات قالوا لها ان السحة مقفولة وفيها تصليحات ولما سألت واحد من المدير المجمع رد وقال ان فيه فعلا اصلاحات في الساحة قالت خلاص هروح بقى اصبح يعني اعوم وخلاص طالما الساحة مقفولة قال لها برضو المسبح مقفول فيه اصلاحات قالت يعني هما الاتنين ببيضين وعايزين اصلاحات بس انا يعني ما شفتش كده كانوا كويسين جدا رد وقال والله فلك قالت لنا ان الموضوع مش عاجبها وعايزة تصلح فيه انت عارفة فلك بتحب يعني انها تخلي كل حاجة تمام قالت اه قلت لي بقى فلك وطبعا خلاص فهمت ان فلك بتنتقم منها هي كمان انتقمت من البنتين التانيين نيلة وجويل وكمان انتقمت من ويرة فكانت ضر على الما وبتنتقم منها طبعا ان هي تنكد عليها بالشكل ده بلاقي جويل بتلاقي رسالة الرسالة دي بتوصلها عن طريق البريد ويه بتبقى دعوة من ميرة على حفل الزفاف بتاعها وكمان بتبعت ليه فلك جويل وفلك لما بيشوفوا الدعوات بياخدوها يرموها في الزبالة وبيقولوا ايه ده على اخذ الزمن حنروح لدي يعني طبعا هما كانوا فكروا ان هي ممكن تبقى حاجة فكانوا قريبين منها وبعد كده حاسوا ان هي مهناش اي قيمة فسابوها طبعا هما ماشيين ورا مصلحتهم فلكوا جويل اللي اتنين بيروحوا علشان يجيبوا الاولاد مش بيتكلموا مع بعض وبتحاول فلك ان هي تتكلم مع الستات وتبعين ان جويل ان مش حايمها يعني وكذلك جويل اما بالنسبة للأولاد كانوا موجودين جوه المدرسة وامير بيزعل منتلة علشان خاطر ما عزمتوش على حفلة عيد ميلادها ردت وقالت طبعا انا اعمل ايه مامي داتني ان دعوات مش مكتوب فيها اسمك معلش لكن امير كان زعلان فعلا لانه كان حابب يحضر عيدي ميلاد معتلة بس الظهر ان فلك كانت عايزة كمان تنتقم من امير علشان خاطر جويل وظهور بسام بعد فترة من الغياب بيظهر بسام وبيفضل مرائب جويل بسام رجع علشان خاطر ينتقم هم ظلموه وطبعا بعدوه عن التدريس فترة زي خالد كده وراجع علشان ياخد حقه منه فلك بتاخد تلا وبيمشو وكذلك جويل بتاخد اميره بيمشو امير زعلان وبيقول لمامته ان هو مش حيحضر عيد ميلاد لا لا لان مامتها ما تتلهاش الدعوة بتاعته وان هو مدائي جدا وكان بيعيط قالت له لا طبعا انا ماينفعش اشوفك بالشكل ده بتعيط انا هحليلك الموضوع الاتنين كانوا ماشيين بعد كده بتدخل جويل على عربية فلك وبتوقف مرة واحدة قدامها وطبعا بتقول لها في ايه مجنون انت انا معايا طفلة تعمل ايه الحركات دي قالت لها انت زاي تدخل الاولاد في الموضوع يعني ازاي تمنعي ابني ان هو يروح حفلة عيد ميلاد بنتك وانت خلاص بقيت يتفاضيا للدرجات دي للدرجات دي يعني كلم لما سابق بقيت خلاص مجنونة مش عارفة تعملي ايه ولا تنتقل من مين فبتطلعي غيزك في الاولاد الصغيرين وطبعا كان جويل متضايقة جدا وبتتخانق مع فلك اللي سابتها ومشيت بس سام بيتمكن ان هو يدخل بيت جويل بيشوف كل حاجة فيها بيلمس كل حاجة لانه فانر حبها بيشوف صورتها معه طارق وبيرميها على الارض وبيكسرها جويل بتوصل على البيت وبتاخد دعوة ميرا من الزبالة قررت ان هي تنتقل من فلك ان هي تروح على حفلة الزفاف دي وبالفعل جويل بتتصل بميرا وبتقول لها ان هي فرحت لها جدا وان هي حتيجي الفرح بتاعها ميرا بتكلم فلك وفلك قالت لها عايزة ايه قالت لها انا كنت جايس قالك يعني دعوة الزفاف بتاعتي جاتلك ولا لا اصل جويل لسه افلة معايا وكانت بتهنيني وكانت مبسوطة جدا وكمان حتيجي على الفرح بتاعي قالت لها كده يعني جويل جاية انا طبعا اجدت لازم حاجي بعد كده قالت لها بوليسية غريبة قالت لها لا مش غريبة ولا حاجة خلاص موضوع بقى الروايات الرومانسية والحاجات دي ما بقيتش تجيبها مها دلوقتي احنا في زمن لازم اقرى في حاجات بوليسية وعشان اتعلم كمان قالت لا طب انا كنت جاي عشان اوريكي حاجة قالت لها خير قالت لها الدعوة دي وصلت بتبص في الدعوة بتلاقي ان ميرا هي بعت دعوة فرحها على اياد لنيلة في البيت طبعا نيلة قالت اكيد الدعوة دي اللي عاملها ميرا طبعا كانت متعمدا هي تغزهم بانها تبعت الدعوة دي لهم بالنسبة لي كريم وطارق ولو اي قاعدين بيتكلموا ولو اي بيقول ان موضوع ميرا ده طويل جدا وهي مش عايزة تروح علشان خاطر تشوف موضوع حملها وبتتهرب دايما وانا عايزة تطمن على نبض الجنين ومشغولة دلوقتي بالفرح والحاجات اللي زي دي وبيقول هما ستات كلهم كده رد طارق وقال لا بس عشان خاطر يا شابة شوية فمتحمسة لكن بيردوا لايه قالوا احنا جبار يعني مسنين كريم قالوا قصده يعني ان هي لسا شباب لكن احنا ناس ناضجين بقى وخلاص وكبرنا بعد كده عاديم بيدردشه وقال ما بتروح النادي بتشوف كريم قاعد طبعا ما عشلته بتروح تقول لخالد عامل ايه والاخبار انا مشغولة جدا لاني مش قادرة ان انا العب رياضة انت عارف فلك وقفت كل حاجة في المجمع وقفلت المسبح وكمان الساحة اللي كنت باجري فيها فبقى حاول انشغل في الشغل عندي في العيادة بيقول لها خالد معلمتيش اخر الاخبار اللي بيصير في دريم هيلز قارت له اخبار ايه تاني بيحكي لها فلك بعد كده بتشوف ألمة وهي مع الديفة مش بتعبرها اما نيلة كمان بتشوف جويل وهي بتلعب رياضة وبتبقى مش طيقه فلك بعد كده بتروح تلعب رياضة وبتشوف جويل واللي اتنين مش بتكلمهم مع بعض خالد بعد كده بيتكلم مع ألمة عن ان لو ايه خلاص هيتجاوز بكرة بتصدل بتقول معقول خلاص هيتجاوز بكرة يبقى البنت ما قلت لهش بها على الموضوع بتاع الحمل كانت طبعا بتقول في نفسها خالد بيقول في حاجة قالت ايوة انا كنت عايزة اقول حاجة مهمة جدا ليه لو ايه لازم اتكلم معاه كانت عايزة تقول له على موضوع ان ميرا مش حامل ولا حاجة عشان تلحقه لو عايزة تجاوزها يعني علشان موضوع الحمل وبس قاله بتقوم علشان تتكلم معه لو ايه بتقول له لو ايه عايزاك كريم قال لها انا عايزك شوية انا بيخرجه براه بيضيها الفاتورة بيقول ان هو خلص كل حاجة بتقول له بس ما فيش حاجة غير كده قال ايوة ايوة يعني هيكون في ايه تاني طبعا كان كريم عايز يردلها الموقف اللي هي عملته معاه قبل كده بتبقى متضايقة وبتمشي وبينده عليها خالد مش بترد عليه وبتنسى اصلا موضوع لو ايه خالص طالب بعد كده بيقول لي جويل وما قاعدين ان هو عايز يقولها على حاجة مهمة جدا قالت له حاجة مهمة زي ايه قال لها كريم وقلم قالت له ما له ردوا قال بينهم حاجة قالت فعلا انت عرفت يعني عرفت ازاي قال ايوة قال ما دايما بتتكلم مع كريم قال ما عندها فلوس كتير اجد حطاها هناك في الشركة بتاعت كريم ومشغلاها قالت له هي دي الحاجة المهمة اللي انت عايز تقولها لي هو ده اللي استنتكتو يعني قال لها ايوة ما لحيكون ايه قالت له خلاص خلاص مش وقت دلوقتي وطبعا كانت حاجة تفهم بالنسبة لها طبعا ويطارق فيهم غلط وهي كانت فاكرة ان هو فيهم العلاقة اللي بين المة وكريم خالد بعد كده بيجي له بسام عايز ياخد مشروب قال له احنا هنقفل قال له قدامك ربع ساعة ممكن اعود قال له تفضل قال له على فكرة انا اصلا كنت شغال هنا بس مشيت قال له فعلا كنت شغال ايه قال له اشتاث مدرس يعني قال له ايه اللي حصل قال له انت وقفت عن مية التدريس قال له زي يعني ان احنا طلعنا زي بعض اهلا بيك وبيبدأ ان هو يشرب معا نايلة بعد كده بتقول لليا انت لسهرانا نامي قالت لها انا عايزة بطاقات مهمة وعايزة ألمة تساعدني فيها رجت وقارت دلاش ألمة قالت ليه ده حتى كويسة معاك قالت لها محدش كويس ألمة مش كويسة ولا حاجة وبتغير رأيها فيها جويلة كانت عايزة تفسد اي حاجة بتعملها فلك ونيلة كانت غضبانة من الكل خاصة ألمة لانها كانت طبيبة لي ميرا في الوقت اللي قارت لها فيه ان هي مش طيقها الكل كان بتدايق من ألمة علشان كده القرار ينتقم منها ألمة بعد كده بتبعت رسالة لقاي وبيتقوله ان هي عايزة تقبله ضروري جدا في امر مهم ميرا كانت مبسوطة جدا بالفستان وان خلاص فرحها بكرة وان الكابوس ده حينتهي لكن أول ما بتشوف الرسالة بتاعت تليفون لقاي بتفتحها وبتشوف رسالة ألمة بتقول للقاي ان هي عايزة تقبله ضروري بكرة في حاجة مهمة طبعا قالت أكيد الخبيثة دي عايزة تقوله على كل حاجة وعلى موضوع ان أنا مش حامل بتمسحها الرسالة وبتبقى متضايقة وبعد كده بتاخد التليفون وبتروح تكسره وبترميه على الأرض على اساس انه هو وقع وطبعا لقاي كان نايم ومش واخد باله من حاجة بتروح بعد كده ميرا علشان خاطر تنام ولا كأنها عملت حاجة بتقوله لقاي خلاص هنتجوز بكرة والأمور هتبقى تمام لقاي بعد كده بيروح لنايلة وضوط النوم بتتخد وبتتصدق وبتقوله إيه اللي جابك قال لها أنا عايزة تكلم معاكي إيه دي ما تتخضيش أنا بس كنت جاه عشان أقولك إن أنا مش عارف أنا بعمل إيه حاول تنقذيني أنا مش عارف أنا أصلا داخل على إيه ولا إيه اللي أنا بعملوا بالنهاية الفيديو بيخلص وده كان تسريبات والفيديو يكون عجبكو أشوفكو على خير في حلقات كتير من مسأسل اسدلتو وتسريبات للحلقات حبي كون كتير ما زيسوش لايك شترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك جوجل جديد باي باي ترجمة نانسي قنقر